أخ الرئيس خطوة ثانية اللي كنت أتكلم عنها ودايما أحجي فيها موضوع المافيا اللي في أسواق المزارعين وأشكر الأخ أحمد الفضل أن نبهنا لها برسالة واضحة عشان تأكيد للتاريخ أنا بس بسأل وزير الدولة لشؤون أو رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والوزير المسؤول عنها لا ترون تجارب الدول الثانية سوق المزارعين في البحرين من أنجح الأسواق الزراعية في منطقة الخليج والعالم العربي سوق مزارعين في يوم الأيام كنا كلنا نستمتع نذهب إلى سوق الوفرة الآن مافيا من الوافدين تتحكم فيه لماذا صار صاحب كل مزرعة يحط إنتاجها بره عند بالباب عاد حظك إذا دليت المزرعة أو ما دلها ترتفع الشمس الساعة 12 كل شيء ذبل طاحب تبدأ المنتج أما آن لو آن يا هيئة تتحركون الوزير المعني وينه الجبري وينه وينه كان موجود سمو الرئيس أرجوك مواضيع مهمة مثل هذه وزرائك لازم يكونوا موجودين عمري ما شفت وزير يكتب نوته على أقل يتأكد يثبت ما ينطر ليه ما يصير هذه المداخلة تصير فيه على واتساب يلا يشوفها الفكرة أنه يسمع هنا مو معقول الجبري موني أخ ناس الآن الأوان أصحاب المزارع تأن أخ محمد أرجوك هيا العامة لشؤون الزراعة والسمتش شغلك جاب لهم أسواق المزارعين اتعبوا ما عندك مشكلة تشكل أسواق ومراقبة صح وتمنع الوافدين من اللعب بالأسعار جنسية واحدة جنسية واحدة اللي متحكمة بأسعار كل المواد الغذائية وإنتاج المزارع دريتو وقفتو في رقابة تطلع في الويكند في أيام الأسبوع ما فيه نحشي ونقول ونشكي بلأخير هزراسه ترجمة نانسي قنقر